هاجس الفقدان الوزن الموجود عند ناس كتير اللي عنده إرادة بيقدر يدخل في نظام غذائي ويمشي زي ما الكتاب يقول واللي ما عندوش قوي بيقام الكعبل في الحكاية دي في كل الأحوال لطيف جداً أن إحنا لما نخسر وزن أو نخس بشكل صحي صح فكلمة صحي دي تتحقق إزاي؟ طبعاً لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا نتعرف أن السمنة لها أضرار رهيبة يعني أي مرض نفسي أو معظم الأمراض النفسية بتبقى نتيجة السمنة أي مرض عضوي بيبقى أحياناً أساسها السمنة عشان كده بنقول لازم طول الوقت يبقى جسمنا كويس ومعندناش دهون كتير لأن لو الجسم بقى فيه دهون متراكمة كتير وبدأنا دخلنا في سمنة من فتحة نخش في مشاكل في القلب مشاكل في الضغط مشاكل في السكر والكوليسترول والعظم والضهر والمفاصل كل الحاجات دي بيبقى نتيجة السمنة فلازم كلنا نعرف أن الموضوع مش بس عايزين نخس عشان يبقى شكلنا حلو في اللبس لأ نخس عشان طول ما احنا عايشين وربنا بدينا عمر نعيش بصحة ده مهم جداً موضوع أن أنا أخس بشكل صحي بتلاقي ناس كتير عايزة تخس فتحرم نفسها من الأكل بطريقة يعني بيقللوا جداً السعرات الحرارية اللي بياخدوها وبيقعدوا فترة طويلة جداً خايفين يأكلوا حرمين نفسهم من أكلات كتيرة جداً ده هيعمل مشكلة كبيرة مشكلة في الصحة لأن جسمي محتاج فيتامينات محتاج جداً بروتين عشان أخس لازم أزود كمية البروتين اللي عندي يعني لازم أكل بروتين لأن البروتين هو اللي بيعمل لي العضل هو اللي بيكون لي العضل طول ما العضل عندي عالي أنا جسمي بيحرق أكتر ومش بقول أن أنا كل يوم أكل فراخ ولحمة وأسماك عندنا بروتينات نباتية والبيض مثلاً حلو قوي ده طبعاً بروتين حيواني بس يعني البيض لو سحيت الصبح أفطرت بالطين أشيل صفار واحدة وأكل تلاتة بيضات حلو جداً من البروتينات النباتية ممكن أقول البقليات العتس الحمص الفول كل الحاجات دي بروتينات فلازم أزود في الأكل بتاعت بروتينات بتاعت التفصيلة دي دكتورة دينا ممكن تبقى فيه ناس بتصبحها للمرة الأولى البعض منهم على الآن لأن فيه ناس ممكن تبقى فهمة بالغلط أنه عشان نفقد وزن من ضمن الحاجات اللي لازم نقللها جداً البروتين لا لا فقط لا خطأ لأن أنا عايزة أفقد الدهون مش عايزة أفقد العضلات مش حلو أن أنا أخس وجسمي يبتدي يرهرط مثلاً مش حلو أن أنا أخس ولاقي ما عنديش شعر شعري ده بروتين لو أنا مكلتش بروتين بالقدر الكافي شعري أول حاجة هيقع فلازم مع الأكل يبقى فيه بروتين لازم أقل للسترس ترجمة نانسي قنقر